بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة الرياضيات للصف الثالث التأهيلي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الأول معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنتناول أول درس في الكتاب الدراسي وهو تصنيف المنتجات حسب السعر تصنيف المنتجات حسب السعر هنا الأهداف التعليمية التي نريد أن نحققها بإذن الله اليوم والأيام القادمة في البداية لا بد أن يتعرف الطالب والطالبة على معنى بطاقة الأسعار الموجودة على السلع أيضا أن يكرر الطالب والطالبة أسماء العملات النقدية خلف المعلمة ثم يميز العملات النقدية أيضا أن يحدد العملات النقدية المناسبة للسلع المعروضة أمامها أيضا أن يقرأ الطالب والطالبة السعر المحدد له ثم يرتب الأسعار من الأقل إلى الأعلى سعرا وفي الأخير حل تمارين وأنشطة كتاب الطالب دائما في كل حصة لا بد أن أوضح قوانين الحصص عن بعد أو الدراسة عن بعد لا بد أن نحرص على الذهاب لدورة المياه قبل أن نبدأ الحصة حتى لا تقطع تركيزك ويفوتك الكثير من المعلومات أيضا لا بد أن يكون الكتاب وقرم الرصاص حاضر بجانبك أيضا لا بد من الجلوس وعدم المغادرة قبل انتهاء الوقت الجلوس بشكل صحيح بجانب ولي الأمر ثم سأبدأ بالتعريف لبطاقة الأسعار هنا شكل بطاقة السعر نلاحظ هنا مكتوب 25 ريال هذه دائما نشوفها في السلع سواء في السوق في السبر ماركت تعلق على أو تلصق على الكرتون أو الملابس أو الأحذية إذن هي بطاقة ورقية بطاقة ورقية مثل الصورة التي تشاهدونها على الشاشة تلصق على السلعة بغض النظر وش السلعة هل هي مواد غدائية ملابس ويحدد فيها قيمة هذه السلعة يعني بكم سواء كانت ملابس أغذية أحذية سيارات أي شيء أي سلعة أريد أن أشتريها لابد أن يوجد فيها سعر طيب أحيانا نواجه في بعض السبر ماركت أو المحلات أن بعض السلع لا يوجد فيها بطاقة للسعر مثل هذه البطاقة التي تحدد سعرها يوجد فيها باركود مثل هذا الشكل مثل هذه الصورة الباركود هذا بإمكان البائع الذي يوجد في المحل أو السبر ماركت أن يستخدم هذا الجهاز لإظهار سعر السلعة وقراءته إذن بطاقة الأسعار هذه شكلها هي بطاقة ورقية تلصق على السلعة يحدد فيها القيمة الشرائية لهذه الأغراض أو هذه السلعة سواء كانت ملابس أغذية أحذية سيارات أحيانا لما نروح سبر ماركت ما نلقى على علبة المناديل سعر معين نجد هذا الباركود بإمكاني أن أذهب إلى البائع الموجود في السبر ماركت ومن خلال استخدام هذا الجهاز يظهر لي السعر ليس شرطا أن نشاهد هذه البطاقة ليس شرطا أن نشاهد هذه البطاقة قد تكون البطاقة موجودة إذا كانت البطاقة غير ملصقة على السلعة أو غير مشبوكة مثلا في الملابس يوجد فيها هذه الصورة باركود يسمى باركود هذا الباركود يستخدم البائع الموجود في المحل أو السبر ماركت هذا الجهاز ليقرأ السعر ويعطيه المشتري واضح؟ طيب الآن نريد أن نتعرف على العملات الورقية العملات الورقية أو المعدنية نلاحظ هنا أول صورة 100 ريال وتلاحظون الرقم موجود هنا 100 ريال هذه العملة هي 50 ريال ونلاحظ الرقم موجود 50 ريال هذه العملة أيضا موجود فيها الرقم 10 ريال 10 ريال هذه العملة موجود فيها أيضا الرقم 5 ريال 5 ريال هذه كلها عملات ورقية ورقية طيب؟ في عملات معدنية ما يعني معدنية؟ يعني حديد معدنية يعني مثل الحديد مثل هذا الشكل قد تكون عملة لريالين مكتوب عليها رقم 2 باللغة الإنجليزية هذا الرقم هذا هو الرقم 2 هذه عملة معدنية أو قد يكون ريال 1 فقط ريال 1 فقط مثل هذا تشوفونا الرقم 1 وقد تكون نصف ريال 50 هللة وموجودة هنا أمامكم على الشاشة إذن العملات قد تكون ورقية وقد تكون معدنية الورقية عرضتها لكم قد تكون 100 ريال قد تكون 50 قد تكون 10 قد تكون 5 وعملات معدنية مثل التي عرضتها لكم ريالين ريال 1 و50 هللة أي نصف ريال نصف ريال لابد أن يكون مثلا عندي قطعتين حتى تمثل الريال 1 واضح؟ إذن تعرفنا الآن على العملات المعدنية والورقية طيب خلونا الحين عشان نميز شكل العملات نبدأ بهذا النشاط صل بين فئات النقود في العامود الأيمن هذا هو العامود الأيمن وما يطابقها في العامود الأيسر هي نفس العملات بس أريد أن أرى أين تتشابهون متطابقة متطابقة يعني تتشابه دعونا أبدأ بهذه هذه كم؟ في الناها تو موجود فيها الرقم هذا كم؟ أحسنتم خمسة هذا العامود الأول وهذا العامود الثاني وين الخمسة في العامود الثاني؟ المطابقة أو المشابهة ممتاز هنا إذن ماذا سأفعل؟ سأصل بين الخمسة هنا والخمسة هنا هذه كم؟ خمسة ريال خمسة ريال في عملات أعرضها إن شاء الله بإذن الله غدا وأشرحها تختلف اختلاف بسيط في ماذا؟ في الصورة لأن هنا صورة الملك سلمان قد نستخدم نفس العملة يوجد بها رقم خمسة لكن فيها صورة لملك مختلف مثل ملك عبد الله تستخدم مازالة تستخدم حاليا ليس معناها أنها تختلف هذه مية بخمسة لا هي نفسها خمسة نفس القيمة خمسة وخمسة لكن صورة الملك تختلف ملك عبد الله والملك سلمان حفظهم الله هذه هي خمسة ريال طيب رح أعرضها بشكل أوضح لكم غدا بإذن الله طيب نشوف الصورة الثانية هنا عملة معدنية حديد كم فيها؟ كم الرقم الموجود؟ واحد طيب خلونا نشوف في العمودة الثانية وين واحد؟ أو ريال واحد؟ ممتاز هذه هي العملة المعدنية لريال واحد سأصلها بالصورة المطابقة طيب نشوف الصورة الأخيرة هنا خمسون هللة يعني نص ريال نص ريال خمسون هللة نص ريال لازم يكون عندي قطعتين مثل هذه عشان أكمل الريال إذا شفت قطعة وحدة مكتوب عليها هذا الرقم خمسين معناها خمسون هللة نصف الريال طيب وين هي؟ هذه إذن سأصلها بالصورة المطابقة واضح؟ طيب نشوف بحل التمرين ثاني حتى تتضح لنا الصورة صل بين العملات النقدية في العامود الأيمن هذا هو العامود الأيمن وقيمتها في العامود الثاني هنا ليس صورة نطابق صورة بصورة لا نطابق صورة بالقيمة طيب خلونا نشوف أول صورة لنا هنا ريال سأبحث عن كلمة ريال في العامود الثاني أين هو؟ نشير على الشاشة ها؟ ممتاز هنا هذا هو الريال إذن سأصل صورة الريال بكلمة ريال طيب خلونا نشوف الصورة الثانية خمسون هللة نص ريال نص ريال خمسون هللة وين هي في العامود الثاني نشير على الشاشة ممتاز هذه خمسون هللة نصف ريال طيب نشوف الصورة الأخيرة نشوف الرقم كم خمسة ريال إذن هنا خمسة ريال سأصلها بالخمسة ريال واضح؟ إذن اليوم تعرفنا على معنى بطاقة السعر ووضحت لكم شكلها قد تكون معلقة على الملابس قد تكون ملصقة على العلب سواء ملابس أحذية سيارات لا بد أن يكون فيها سعر بعض السبرماركت أو الملحلات قد لا تلصق هذه الأسعار ولكن يوجد باركود بإمكاني أن أذهب إلى البائع في المحل ومن خلال استخدام هذا الجهاز يظهر له على شاشة الكمبيوتر السعر ويخبرني بقيمة هذه السلعة أيضا تعرفنا على العملات الورقية والمعدنية مية ريال خمسين ريال عشرة ريال خمسة ريال وعملات معدنية ريالين ريال وخمسون هللة أي نصف ريال وقمنا بحل بعض التمارين أريد منك الآن عزيزي ولي الأمر أن تقوم بتعميم المهارة باستخدام العملات وتجعل الطالب أن يقوم بتسميتها ومثلا تعرضها أمامه جميع العملات وتطلب منه مثلا أن يستخرج خمسة ريال مرة يستخرج عشرة ريال المهم أن يميز العملات وأسمائها غدا بإذن الله سأكمل نفس الدرس حتى تتضح لنا القيمة للسلع والمنتجات بإذن الله غدا أراكم كانت معكم المعلمة أمل التمامي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر